أقدت في عمان فعاليات اللقاء التاسع عشر لشباب العواصم العربية الذي نظمته وزارة الشباب تحت شعار الشباب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفي كلمة الافتتاح أكد وزير الشباب يزنش ديفاد أن هذا اللقاء العربي الكبير هو فرصة لالتقاء الشباب العرب وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم ونقل تجربة الشبابية الأردنية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للشباب العربي وثم نجدفات الجهود التي توليها الجامعة العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تفعيل العمل الشباب العربي وفق رؤية شبابية عربية مشتركة وتضمنت فعاليات اللقاء الذي شاركت به تسعة وفود عربية جلسات حوارية حول الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والتجارب العربية في هذا المجال